السلام عليكم يا شباب. سوينا فيديو كم يوم عن تطوير يعني الفيديو تطورت فيه سلاح الانفور للليفل الثلاثة فهذا الفيديو برضو راح نكمل الجزء الثاني راح تلاقض ربط الجزء الاول بالوصف روح شوفوه. فطورنا للجزء الليفل الثري فا آآ برضو شريت بخمسة وعشرين دولار وشافين صار عندي يعني آآ بغير افتح اربطاعش صندوق. آآ راح نجرب نفتح آآ بعض الباكاجات ونشوف آآ طلعنا اشي آآ بطاقات ومتل ما اخط لكم الاسلحة المطور اللي راح تطلع لي آآ راح ابدلها على بطاقات متل ما سويت بالفيديو الماضي آآ ماضي وقت اعطتني البوب جي آآ سكن البيرول هذا الجديد ان نزلوه سكن الاخطبوط انا بسميه آآ آآ هذا اللي راح سويانا ازا طلع لي سكن مطور آآ محابة انا بصراحة يعني اني احصل آآ آآ مثل ما اذكر في الفيديو الماضي بدي سلار قضي فاكيد انا راح افتح عشر صناديق آآ هالمرة المرة الماضي فتحت فتحت عشر صناديق بهذا بها بخانة البيرول فهالمرة راح افتح عشر صناديق بخانة آآ هذا السلاح لانه هذا اسلاح لحد الان ما اطلع عليه آآ آآ ما بعرف بجزء انا افتح انه هذا ما في شي اسكنات يعني تستاهل آآ خلاص راح اجرب بالمر هذا هالمرة عشر صناديق بهذا الخانة يعني والله يعني ردد عاود افتح كل شي بهاي الخانة بسياة الله ازا طلع عليه السلاح نبطور فاكيد يعني راح حصل ثلاث بطاقات والاربع صناديق البقي فقدر افتحها بالآآ اسكنات الاسلار وهيك شفات هدول فبسم الله نبدأ هذيك المرة راح اتذكروا يعني ولا بالعشر صناديق الفتحتها ما طلع لي ولا اشي ما راح احرق عليكم الفيديو روح وشوفوه اللي ما شافوه راح احط لكم الرابط بالآ رابط الفيديو بالوصف شاهدوا بعطينا رعاياك ان شاء الله هالمرة يكون الحظ افضل من المرة الماضي بس ممكن انه وينعكس اه اللي صار بالفيديو الماضي هذا الفيديو يعني صير بالعكس اه شايا الله نبليش بسم الله رحمه الرحيم شباب والله العظيم يعني انا حاس هذا الفيديو انه يعني هالمرة هاي المرة الخمسة عشرين دولار يعني اشي الحظ من قلب بالمقلوب صار بالعكس ها عافق لكم يعني روح شاهد الفيديو الاول وتعال شاهد الفيديو التاني وراح تعرف ايش الفرغ بينهاتهم حلو مي وبمي انه احتاج ماه كتير هذول احتاجهم لانه ازا كل ما اطلعت بالليفل وطورت اكيد انه راح احتاج هذول اكتر اه هيك صير اضطر اه يعني ابدي الاسكنات كله يعني ابدي الاسكنات عال طابق هاي المني ما عندي اياه وحلوة بصراحة اه اه ارح العب فيها بما اني ما عابل عابل مطورة لانه ما فيها هي بس لفل واحد مش الينفورة كانت عندي اياه من قبل و Milan اراعن عندي مليون اسكنات الذهبية وصرا التزبالي فانبلش بالاول بالانفرير فيور يعني ارة شو دي اقوليكم شباب ما بعرف والله وهي شادي بس والله يعني اي كام الذهبية صارت اه سلاح اه سطوري اه يا الله شهي لك والله كانوا نحظوا القلب اه هاي الميني حلو حلو فصراحة رح نلعب فيها شباب سويت اه سويت محيان الله لا يعني ما عندي سكن لهذا سلاح فما بعرف انا من جهتي يعني ما بلعب بهذا سلاح نادرا ما اشير سلاح غير غير اذا اني يعني ما لقيت سلاح غير وديمار فالعب فيه لكن غالبا ما ولا اقرب عليه خالي المهم باقي عندي اه الف خمسين جي كوين اه يعني اقدر افتح خمس راديق انا فكرت اه اربطعش صندوق بس هم بعرف يعني هاي صار انا خمس راديق صندوق زيدي حلو مفيد للصحة النفسية طبعا مش الجسدية اه فالباقي بدي والله افتح في اه بدي لسلار انا والله اه 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 ايش اللاعب انا قلت الحظ انقلب بس الحظ ما انقلب هو انقلب اكيده بس صار يعني اطور بالموضوع صار قفزة للامام دابي على سهله بدي سلار دابي حلوة ما اقولكم انه مش حلو حلو اكيد حلو اسطورة كبان سيلفر 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 بسه على اسطر حلو 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 الموضوع الى احد الان حلو ممتاز يا شك انتهى الحظ ها بقى ما بعرف انت اشراكم شباب يا شك انتهى ما فيه اشي والله كم صندوق باقي صندوقين خلينا نجرب هون واحد والله اه طيب اه اه شباب يعني انا حاليا مبسوط عن اللي حصلته مع انه اقل من المرة الماضي لكن الاسلار عوض عن هالشيهات فاكيدا لسه انا صار عندي اه البطاقات عشان اطور الامفور للليفل اربعة بحالة اني ازا بدلت هذا السلاح عندي ثلاث بطاقات من قبل ومع هذا يصير عندي ستة الامفور اه راح راح نطوره للفور لكن اكيد يعني اني لازم مجبور اني ابدل هذا السلاح ما انصار على ثلاث بطاقات لا والله حرام باع حراءات وثمانمية حلو حرام بعرف يعني اسلاح بطور اخدته نادر صعب انك تحصله بس ما بهمني انا السلاحات ابدا انا اللي بهمني الميني الامفور بينكم اول نزلوه مش كتير حلو ما عاجبنا كتير بس راح اخلي اه باعتبار اني والله بدي اسكن للسلا البرل اطوره وكيد انا البوب جي بعدين راح تنزل اسكناته جوز احلى منها بدل اسكن ما في داعي للاستعجال بس الوقت جاي اه 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 بدي انا عندي خمس تلاف ومئتين وثلاثين بدي تلتلاف واربعمائي هيك مولوه انا اكيد يعني راح حصل هذا والله يعني شباب اشي اه يعني عن جد اشي بيقير ها يعني لازم هذا الشعار ما بعرف يعني شوف انه انا هذا الشعار يعني الواحد ازا بدي يطور فاكيد اول الليفل اربعة والليفل خمسة اكيد يعني توقف هوني اللي الشخص اللي يعني ماديا ما عندو هال مبالغ اللي يصرفوا على اللعبة انا انا ما اقول انه عندي مبالغ حتى لو كانوا عندي ما راح اصرف هال مبالغ الغلاوية على اللعبة لانه هذا مثل التبذير لكن الليفل اربعة وخمسة يعني تسد نفسك عشان تطور يعني تقول بنفسك لا بطل تطور لانه حتى البطاقات يعني اللي تروحها على عدد القتلات اربع بطاقات والله يعني اشي ازبالي يعني حتى على هاي الحركة خمس بطاقات والله العظيم اشي المصخرة هاي الليفل ستة ست بطاقات يعني ما اشي الحال بس نشوف هذا يعني حتى هذا يعني ما فيك تسوي الليفل اللي قبله لازم غصب لعنك تطور هذا الليفل عشان تطور البعده حتى لو كان عندك عشرين بطاقة وهذا يطلب منك خمس بطاقات ما تقدر تفتحه بدأ يغصب لعنك تطور الأربع يعني نشوف انه يعني بها الحالة هون هاي لازم يعني مسوينا اختيارة مش اجبارة هذول الحركتين خلو ما يسهرون كل هالبطاقات هذول اللي تراوها حلوة طبر فادر اي شخص يعني هون تفكرون المهم المهم هذول يعني ما فيه اختلاف بس عدد القتلات هذول فينش لون خلو المفرات عندي صار مليان بزبلها اكيد انا ما عندين فرات قديمة هذول خديمة كتير قبل الموسم السابع لان انا لعبت اللعبة يعني الموسم السابع بنهايته يعني وما كنت حتى اعرف بالاسكنات ولا كنت احرف شي كنت بس افتح الريال بص ولعب اللعبة يعني ما كنت اطلع بالمتجرة كتير ولا هاي ما كنت بعرف شي يا زلم فهذا يعني حصلنا بهالفيديو المفوق الاسلاح ذاك الـ بدنا بتلت بطاقات حصلنا هذا الاسلهار الحلو شباب مع اني انا كنت بفضل السيلار السيلفر انه هذا السيلار احلى من السيلار الوهبي اعتبرو انا اشتفو انا احلب كتير فمتل ما اخذلك السيلفر النوع المفضل يعني السكن المفضل بالنسبة الي اه خاصة الـ الميني والسيلار ذلك الثلاثة اسلحة يعني السيلفر اه دائما الاخضل مهما جبتلي السكنات يعني بتاعلى وعيب لعبين مشهورين او ما بعرف ايش راود ماش راود كله ما بهمني السيلفر بس والباقي كله خاص اه هذا كان نهاية الفيديو يا شباب الجزء الثاني فا انظرونا لا 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 تنسى تشاهد الجزء الاول وان شاء الله على قبل الجزء الثالث ان شاء الله راح نوصل فيه ان شاء الله بخمسة وعشرين دولار كل كل فيديو راح نصور بخمسة وعشرين دولار نفتح فيها صناديق اربطارش صندوق وخمستاش ونشوف الحظ بكل جزء اه لحتى نوصل وبتمنى انه بكل جزء اقدر احصل البطاقات عشان خليني افتح الليفل البعدو معاني مش متوقع هالشي لانه كل ما اطلعت بالليفل كل ما طلبوا منك بطاقات اكثر بتمنى هالشي انه ببجي يساعدني شوي بشارة البطاقات اذا كان كل شي شباب مشاهدة متابعة لاتسى اللايك اشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة